قال عن العلم أيها الكرام الأسباب الجالبة لمحبة الله عشر الأول قراءة القرآن بالتدبر الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرع الثالث دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب الرابع إيثار لحاب الله على محابك عند غلبات الهوى الخامس مطالعة القلب لأسماع الله وصفاته السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه وآلائه السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى الثامن الخلوة بالله وقت النزول العلاحي لمناجاته وتلاوة كلامه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة التاسع وجالسة المحبين الصادقين العلماء العاملين والاستفادة منهم العاشر والأخير مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جنة فعلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اشتركوا في القناة